بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية المستوى التاني الجزء الخاص بالمعادلات الجابرية والمسائل الرقمية المستوى التاني حطنا فيه الجزء الخاص بالمعادلات الجابرية 넘تأكل المستوى التاني optimalها كل نهاردة والعشرة كمان فربنا يعين اول مسألة المسألة اللي معنا النهاردة شبه جدا اخر المسألة اللي نزلت رnunada في قناة كانت في سلسلة تانية كانت في المستوى الاول بس شبه المسألة دي جدا يقول لك عايزين يحسب تونございます دي مسألة رقمية بيقول لك حسب لي المجموعة الكلة بتاع دى المتسلسلة دي واحد على عشرة pies ا十九 بعض d بعد كدا واحد على اتنشر في اربعتاشر اربعتاشر فال touring تارanciه س бог ولي انتما الحظه عشرة عشرة ١٢ الفارق بينهم بعد كده الرقم اللي انتهنا به هنا الكبير هنا هو الصغير في اللي وراها. وبعدين اللي وراها باتنين. بعدين الكبير هنا بدأنا فيه في اللي وراها هو الصغير واخدنا اللي وراها باتنين. وهلوم مجرى لحد ايه منوصل لالفين اثنين وعشرين في الفين ايه اربعة وعشرين. هات المجموعة الكل بتاع الكسور دي طبعا انت انفكر يعني ان حاجة معقدة ومستحيل تحصل. ده مسألة يعني ابسط من البساطة. بسم الله الرحمن الرحيم. خش بنا على الحل ولف بنا يا دنيا. بسم الله. اطلع. هنقول له ايه بقى. اللي انت المفوت تعرفه مقدمات زي ما قلنا كل مرة بس يفضل تكون ماشي معنا بالترتيب. فاللي ماشي معنا بالترتيب سمع الدرس الفيديو بتاعت المسألة اتنين وعشرين. في المستوى الاول في المعدات الجبرية. روح اسمعها لو ما سمعتاش. وفهمنا ساعتها ان انت تقدر تفصل الكسر اللي قدامك ده لما يكون في المقام حاجة تين مضربين. نقدر نفصله لكسرين متروحين من بعض. او مجموعين على بعض على فكرة. فانا ممكن اقول ايه ان الواحد على عشرة. في. اتناشر دي. هي هي بالزبط عبارة عن ايه. مش احنا لما بنيج نضرب كسرين في بعض. مثلا واحد على ايه زائد واحد على بي. بنعملها ازاي بنقول دفدة زائد دفدة على دفدة. فلو لقيت في المقام حاكتين مضربين في بعض. انا اقدر اوصلهم لكسرين مجموعين على بعض. لان الكسرين لو جمعوا على بعض بنوحد مقامتهم ازاي بيطلع في المقام. حصل ضرب المقامين. فده كده مقام وده مقام. اكينهم مقام. فافصلهم عن بعض. فنقدر نقول ان هو واحد على عشرة مثلا زائد واحد على اتن هل ده احسن شيء? قلتلك بكده لو سمعت الفيديو اللي فات اللي احنا نزلناه بكده على الموضوع ده. هتعرف ان ده مش احسن اختيار. ليه? لو فصلت ده لكسرين مجموعين على بعض. وده مجموعين على بعض. وده على بعض. ايه لنا استفدتوا في الاخر ولا اي حاجة. محتاج برضو اتعلم هجمع ازاي. محتاج اعرف هجمع ازاي. مفيش طريقة للجمع. لكن انا في دماغي عارف ان انا عايز اعمل حاجة اسمها التليسكوبينج سيريز. ان انا افصل ده الحاجتين مطروحين من بعض. وده مطروحين من بعض. وده مطروحين من بعض. فتلاقي كل الكسر بقى موجود منه نسخة موجب ونسخة سالب. نسخة موجب ونسخة سالب. نكنسلهم كلهم مع بعض. لحد ما يتفضل حاجة نحسبها في الاخر. هوريك ازاي. طب نعمل ازاي. قال لي شيل ده كده هو. تعرف تقول الكسرين دول هيسوي ايه? قالك واحد في اتناشر يبقى اتناشر. ناقص واحد في عشرة يعني ناقص عشرة. على عشرة في اتناشر. طب انا عايز يكون الكسر ده فقط. هل ده بيسوي ده? قالك لا. هو بيسويه بس في البسطة هيطلع اتنين. هيطلع اتنين. يبقى انا ممكن اقول ايه? ان ده برضو. اهو. ده كده اهو. بيسوي اتنين. اتنين في بيسوي اللي هيطلع هناك. اما فممكن اعمل حاجة تانية. اقول كده اهو. امسح. اقول ان هو بيسوي نص من ده. ليه نص? لان اللي جوه ده لما اعمل توحيد مقامات هيطلع اتناشر. اتناشر من قص عشرة يعني اتنين. على حصل ضربهم. اقوم ضرب انا في النص اللي بره. فالنص يكنسل الاتنين ويطلع للكسر اللي انا عايزه. يبقى كل الكسر ده كله اقدر اشيله. وحط كسرين مجموعين على بعد. بس فيه نص بره عشان يزبط ايه? يزبط الدنيا. فيطلع ايه النهاية? ان انا الكسر واحد على عشرة في اتناشر. قلت واحد على الرقم الصغير. ناقص واحد على الرقم الكبير. وفي الاخر حطيت نص عشان يزبط الحزبة. كده اقدر اشيل الكسر ده كله. وحط مكانه القيمة دي. عملت ده ما تبقاش بتحليه وخلاص. انا عايز اسرع شوية الرتمي يعني. فانفوض انت الراجل مستوكع لي. ما تقوليش في تعليقات وانا هجيب الكهان ده الواحد ازاي. ما انت انفوض ماشي معنا بالترتيب. المسائل دي حلنا منها كتير قبل كده. عملت العملية دي عشان في الاخر عارف انه يطلع من كل كسر حاجة مجابة وحاجة زيها بزوط سالبة. هنا يطلع واحد على اتناشر بالمجاب وهنا سالب واحد على اتناشر. هتشوف دلوقتي. او العكس. هنا طلع سالب واحد واحد على اتناشر. ويطلع من هنا واحد على اتناشر. يتكانسلوا مع بعض. وبعدين يطلع واحد على اربعتاشر مع سالب واحد على اربعتاشر. او لا ده السالب بعدين ده الموجب. يتكانسلوا مع بعض. سالب واحد على استاشر مع الموجب واحد 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 تفضل ايه؟ اول كسر فيهم هنحولوا الاتنين لكسرين مطروحين من بعض بالمنظر ده بعد كده اهو ادي اول واحد اللي وراه الكسر اللي وراه هيبقى الكسر السوانطوت ناقص الكسر المقام الكبير اهو مش متأكد وحد مقامات ده كده هتلاقي اربعتاشر ناقص اتناشر يبقى اتنين فوق على حصل ضربهم تحت في النص اللي برا الاتنين دي هتتشال يتفضلك الكسر اللي انت رايح تحوله اصلاً الكسر دي احنا قم نحوله اساساً فهمت الفكرة ايه؟ فالموضوع قم نتفه قوياً زائد الكسر اللي وراه هيبقى واحد صغير ناقص واحد على الكبير اهو اللي هو 16 ليابقى صغير الاول والكبير الاخر عشان لانها بتثبت معينة يعني واحد جرب يعمل كده في اول ما بدأ خرص المسألة هيبقى فوق في البسط ايه يا سالب اتنين 14 ناقص 16 سالب اتنين سلد نصط ما هي. ما السلد ده يقدر يخش يقلب كل الإشارات. فخليك مسحصح. الكلام ده بالنسبة لك كلام تافي يعني. مستويك أعلى من كده. وهكذا هنفضل ماشين. اهو زائد نقط نقط لحد آخر كسرين. واحد على واحد على اهو الفين وعشرين مع الفين اتنين وعشرين. يبقى الفين وعشرين اهو. ناقص الفين اتنين وعشرين. بعد كده زائد. واحد على الفين اتنين وعشرين. اللي هو الصغير. ناقص الكسر اللي مقامه اكبر. صح كده هو. ايه اللي ملاحظة بقى ان انت هتلاقي السلب 1 على 12 رحم على الواحد على 12. السلب 14 ده مع الواحد ورحم على الوراء. ها حد ما نوصل كلهم هنوصل لعدد زوجي من الكسور. فهتلاقي في الاخر ده رحم على حاجة من اللي قابله. والسلب 1 على اتنين وعشرين هتروح مع الموجب 1 على اتنين وعشرين. يتفضل الأخير والأول فقط. ده اللي بنسميه التيسكوبينج سيريز. يبقى نتج الصم بتاعتنا فيه نص برا وفيه كسر اهو فيه واحد على عشرة جوه ناقص الكسر الاخير واحد على الفين اربعة وعشرين ده الناتج بتاع الصم الكبيرة اللي كانت في المسألة هو ده نتج ده الناتج اللي هيطلع باللوجك كده شوف اللي التفكير بيساعدك تختصر الحلول ازاي بدل من نقعد نحسبها يدوي ده طريق رجل الكهف احنا بنحسب بطرق رياضية هو ده لقينا ان الكسر يقدر يتفصل لكسرين وكل كسر مرة موجب ومرة سالم فواحد يكنسل التاني واحد يكنسل التاني لحد ما تفضلك ايه فكرة التليسكوبين سيريس اللي هي ايه اكني طبق شفت الاريال تعدش بيبقى حاجة كده بعدين حاجة كده بعدين حاجة كده لحد ما تلاقي البنز اللي طلع في الاخر لو ده ايه تلتقضوا كلهم يركبوا جواه بعض جواه بعض جواه بعض فالحد ما تفضلك اول واحدة واخر واحدة فقط تعرف تختصر ده اه الفين اربعة وعشرين الفين اربعة وعشرين ناقص عشرة على عشرة في الفين اربعة وعشرين كل ده ما تروف فرا في نص يعني في اتنين تحت في المقام الفين وعشر ناقص عشرة يعني الفين وعطاشر الفين وعطاشر طب اللي تحت اتنين في الرقم ده يديلك كام اضرب الاتنين دي يبقى اربعة والصفر زي ما هو والاربعة وعشرين هتبقى تمانية واربعين كده اضربنا ده في اتنين طب لما اضرب اللي طلع ده كله في عشرة. هتحط الصفر هنا. ده ألف فيه ضرب يا جماعة. لا بيعرفش يعمل الكلام ده فمش مكانك الفيديو ده خالص. بس كده. ده ناتج كل الهصل لفوق دي كلها. طبعا بين ان الرقم أقل من الواحد. يعني لان ده تجمع كسور. كسور كتيرة جدا. مش هتوصل للواحد ابدا يعني. والكسور عملا تصغر تصغر تصغر. فاهم? فصعب توصل للواحد. انت مش مش راح لإنفينيتي مسلا لك نعملها المت أو كده. فالإجابة الفين واربعتاشر على اربعين الف ربعمائة وتمانين. ممكن تختصر. طالما الاحد هنا رقم زوجي. وهنا رقم زوجي بنقدر نقسم على اثنين فوق وتحت. هي فوق الف وسبعة. الفين نصها الف والا على اثنين نصها سبعة. على. تحت نقدر نقسم على اثنين ازاي? اربعين الف نصها عشرين الف. ربعمائة وتمانين نصها مئتين واربعين. حرفيا هو ده ناتج. ده ناتج فيه ابسط صورة ممكنها. كده خلصنا المسألة. انا عارف ان دي سرعت الرتم فيها شوية. قل لي ايه رأيك في نظام الشرح بالسرعة دي. وهل تحب ان انا ابسط الموضوع اكتر من كده ولا كان مناسب ليك كواحد سمع السلسلة من اولها. ما تجيش وانت جاي من نصها وتقول لي انا مش فاهم اوي. اسمع السلسلة من اول مستوى خلص. ربنا معاك. دعواتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.